اشتركوا في القناة تتنافس فيما بينها وتتوج في الأخير بلقب سيرفع من تصنيفها على المستوى الوطني حقيقة كان دوري ناجح مئة في المئة لم نحن تنظيم ولم ناحية الإقبال للعباء لأننا رأينا اللعباء جونفاس من كناس من تازاء من نظوم بركان من سعيدية وموجهة فرغم الظروف ورغم كورونا فكان الإقبال للعباء كان في المستوى وكان أعطينا القيمة مضافة لها الدوري بحيث درنا نظيم ديال رانسوم بلوموت اللي جون وطني اللي شرفوه وهي شمال تازي حقيقة كان دوري ناجح ونتمنوا باش نزيدوا في هذا المسيرة هذي باش نحققوا الأهداف ديالنا درارية للكلوب بعدها وصلوا تقريبا عندنا واحد الربعاء اللي وصلوا للفينال وهذا افتخار المدينة توجدى عندنا يونس اللي مالعبش في الفورم دياله ويونس قوديجي اللي مالعبش في الفورم دياله فيها في المياه بسك أنا بو مو سيلان دي ميو غجوغ في الكاتيجوري دياله في المغرب ونتمنى هاد دوري عام الجاي يكون غادي ندوزوا من القراد دون ندوزوا القراد اه كاش نعطيه واحد لفالو اجوتي للكلوب اسي سي وبالعودة للمنفسات في محطتها الاخيرة في صنفها الاناث كبيرات فازت كنزة بن الزار من النادي الرياضي الوجدي على سورية علوي المدغري من النادي المكناسي بمجموعتين للا شيء واقعوما ستة واحد وستة صفر مستوى الذكور فاز زكريا الفريخ من النادي الرياضي الفاسي على يونس قديجي من النادي الرياضي الوجدي بمجموعتين لسفر ستة واحد وستة اثنين اما الفئات الصغرى فكان للنادي الرياضي الوجدي نصيب الاسد انا فرحان حيث ربحت هذا التور نوع الصراح لعبت مزيان لماتش كاملين لعبتهم مزيان الحمد لله وكان شكر هذا النادي هذا على هد لها التقديمات هذو اللي دارونا وانا فرحان بزاف وكان شكر لزان ترينور دينا كاملين انا سعيدة جدا بمشاركتي في هذه المنافسة وبفوزي لعبت النهائي ضد سوريا العلوي لعبنا بشكل جيد وكان الفوز من نصيبي بواقع ستة واحد وستة صفر وعلى هامشي الدوري الوطني للتنس الذي احتضنته ملاعب النادي الرياضي الوجدي وبمبادرة من الجامعة الملكية المغربية لللعبة تجمع صغار والتنس فئة سبع سنوات العشرة قدموا من مدن فاس والناظور وبركان والسعيدية من أجل التباري والاحتكاك فيما بينهم هذا التدهور هذا التدهور الرسم بلومان السيد ديزان كان الحال نحاول ننضمها في النوادي الجهة الشرقية لكي يأخذوا خبرة ويلاعبوا بثير ويلاعبوا ويلاعبوا للمقابلات ويلاعبوا للمقابلات على إقاع تتويج هؤلاء اللاعبين تكون النسخة الثانية من الدورية الوطن للتنس بمدينة وجدة أسدل ستارو مع تحقيق الأهداف التي سطرت من أجله أبرزها نشرت تنسه وتعميمه بالجهة الشرقية